وصلين كده الآية الكريمة كلا إن معي يا ربي ساهدين الآية دي لها ذكرى معايا في بداية شغلها هحكي لك على دلوقتي بس تركز أنا عايز أقولك إيه وافهم وحس كل كلمة أنا بقول سمي الله صلى على رسول الله سيدنا موسى لما جارا من فرعون خلاص دائت بيه الطرق وخد بالأسباب ركز كده خد بالأسباب وجري من فرعون وتعب واجتهد وضاقت على الدنيا بمرحبت المهم خلاص هو بيجري قدامه البحر ركز كده معايا ومن وراه فرعون وجنوده طبعا هو واقف هو وقلائل من الناس اللي أمنت بيه سيدنا موسى وفرعون جاي خلاص بحر قدامك بحر قدامك حزارك تخيل نفسك كده في الموقف بحر قدامك وفي جنود وراك وملك ظالم بيجيين عشان يقتلوك فخلاص مفيش بقى خلاص الناس اللي حواليه يقست الناس اللي حواليه قالت هنعمل ايه هو بكل الثقة قال ايه كلا إن معي يا ربي ساهدين ولا في عربية ولا في بحر لقدر الله ومركب بتغرأ او اي مصيبة لقدر ربنا ينجينا انا وانتم وصاحبك يقول لها خلاص احنا بنموت صاحبك مرعوب ولا حولك مرعوبين وانت بتقول لأ شفت تيو دي لأ بكل ثقة لأ أنا ربنا معايا كلا إن معي يا ربي ساهدين انا بقى في معلقائك دي كتير جدا يا جماعة وبحس قد ايه وبستشعر قد ايه الي يقين بربنا حلو قد ايه الي يقين بربنا بجد احنا محتاجينه نعود نفسنا عليه عشان نحسه بجد وبينقصنا بجد كانت النتيجة ايه ركز كده الله يبارك لك النتيجة من ربنا سبحانه وتعالى الخالق سبحانه وتعالى اللي سيدنا موسى توكل عليه وآيقن به أسم له البحر نصين فكنا ضرب عصاق البحرين هربت البحر أسم نصين وسيدنا موسى عدى فيه هو والناس اللي أمنت معاه ولما فرعون وجنوده جم يعدوا وراه البحر قفل عليه وتاني وغرأهم شفت اليقين كلا إن معي ربي سيهدين هو خد بالأسباب ركز معي كده بس لما داقت عليه رجع لمسبب الأسباب ركز مع الله يسترك أنا عايزك تحط ديه أوه في دماغك عايزك مهما يحصل توعى تستسلم عايزك دايما تحط في دماغك كلا إن معي ربي سيهدين فسبحانه الملك هو خد بالأسباب وكان عنده يكن بربنا سبحانه وتعالى وسبها مسبب الأسباب مش بتاعتك مش بحساباتك أنت لازم تاخد بالأسباب بس واسيبها بقى لرب الأسباب وتوكل عليه وهو عا تستسلم الموقف اللي حصل لي من سنين السنين والله بفتكره معاكم يعني هو جا في دماغي دلوقتي إن أنا أقوله بجد عشان يعني ها يمكن نستفيد من بعض شوية أو ما بايش أي جاية أحفزك خلاص أقول لك كلام وتفيده خلاص أنا عشت الكلام من سنين السنين وهتظهر قدلوقتي قدامك على الشاشة اسكرينا لأول فيديوهات هتلاقي في عندك فيديوهات دلوقتي قدامك على الشاشة فيديوهات بدقيية جدا كنت أنا بصور نفسي بالموبايل أقسم بربك وتساعات باستلف أو أجمع فلوس اللي بشتغل بي أجيب بيه موبايل كويس كده عشان أصور بيه في البيت والله العظيم فاكر أول مبدأت الأولاين كنت باستلف ثمان الفيديوهات كنت مثلا إن أنا اشتغلت اشتغلت في لسه 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 كأي حد ببدأ في مصر وأي حد ببدأ في العالم كله لسه بدأ طريقي اشتغلت شوية أولاين ومجميع أولاين فاللي أنا بوفره هنصور بها فيديوهات ونزلها على اليوتيوب ركز معايا ما كانش لسه القولانيش طهر ما كانش لسه فيه مدرسين معرفين ركز معايا أنا كنت باخد بالأسباب وتوقع لعربنا وأنا مش عارف أصلا حد هيشوفني ولا أأ أنت متخيل متخيل حضرتك ما كنتش عارف هيشوفني ولا أأ ما كنتش عارف إن أنا أسلوبي وطريقتي وتأثيري في الناس اللي أنا بحلم به طول عمري واكتهادي هيوصل ليكم ولا لا ما كنتش عارف حاجة خالص ناس كتير وقتها يا ابني ما توفر الفلوس دي يا ابني انت بترمي سمك في ميا طب ما تشتغل حاجة تانية طب ما تسافر أنا كان والله يا حبيبي والله يا ربنا يا حسيبنا على الكلام ده يعني كل الكلام اللي بقولوه الترجمة جوايا ورد فعل جوايا اللي بيقولوه كلا إن معى يا ربي سهدين أنا معاه ربنا لأ يا جماعة يعني أنا ما كنتش بجادل كتير طب ربنا يا سهل طب مش عارف إيه طب بيسيبه وممشي مسمعش بس كان جوايا من جوايا لا أنت بتقولوا إيه أنا معاه ربنا لا أنت كل الحاجات دي اللي أنت بتقولها دي ده من هواكم طب سبحانا القادر طب سبحانا الكريم سبحانا العاطي سبحانا الوهاب ربنا يا جماعة ربنا اللي سبحان الله قادر يحقق أحلامك كده ربنا سبحان الله اللي بعت لك رزقك وانت فين ومش بحساباتك ومش بخطواتك كان وقتها عندي يقين ان ربنا مش هيضاع تعبي كان وقتها نفسي بجد ان انا قدم حاجة محترمة وعمل حاجة محترمة لكل الناس واللي علي عملته اجتهدت وعفرت واستلفت وسددت واشتغلت وما كنتش بنام اخدت بالأسباب وسبتها بقى مسبب الأسباب وكانت بديق ساعات بديق دقت علي كتير وبديق علي كتير وزي بديق عليك وبديق علي كل ناس كتير مش شرط بس ضيق مدي ممكن مدي ونفسي ومعناه وممكن من اللي حولها من الأهل كانت بديق ساعات بس مهما كانت بديق والله وده من بردد كلا ان معي يا رب سهديد عارفين انا اقسم بربي باستشعرها قوي اللي هو انت بترفض كل الكلام اللي بيتقال لك انت بترفض الواقع بترفض اللي حواليك بترفض اللي خطواتك جاية لك اللي انت في دلوقتي يعني انت بس خطواتك لسه صغيرة انا معقول هوصل لكده اه هوصل لكده انت بترفض انك تتخيل انها حاجة كبيرة مش هتحصلك في يوم الايام انت بترفض انك تستسلم انت بترفض انك ما توصلش لحلمك انت بتفرض كلامهم بتفرض تحطمهم بتفرض الزروب بترفض كل حاجة واللي قدامك لا انا معاه ربنا كلا ان معي يا رب ساهديه هي دي هي دي وربي اللي كان دايما بتأثر فيها وزيقين جامع حتى اخيرا سيدنا ابراهيم لما خلاص حتى من الاصنام وقومه اللي كان منهم ابوه ابوه وقومه شلو خلاص عايزين رموه في النار والله نار كبيرة فسبحانا الملك اليقين شوف اليقين بس بربك شوف اليقين بربك انا عايز اقولك ان اليقين بربك هيغير حاجات كتير وما تستسلمش هو عتستسلم هو عتقع شلوه وخلاص رموه في النار طب كانت النتيجة ايه بعد ما سيدنا ابراهيم دع ربنا وبعد ما كان عنده يقين في ربنا سبحانه وتعالى فقلنا يا نار كوني برد وسلام على إبراهيم خلصت يا نار كوني برد وسلام يعني ما تبش يعني فيك برودة فيك مش حراوة على نار وسلام طلع ايه سالم زي ما هو وكانت النتيجة ان هو فعلا طلع سالم زي ما هو مش بتاحتك لما دائت لجأ لربنا لما دائت ما استسلمش هو خد بالأسباب وسبها لمسبب الأسباب اوعى تستسلم اللي عايز اقول لك يا حبيبي في الفيديو ده في نهاية الفيديو ده اوعى تستسلم وخلى عندك يا كنف ربنا لو صحابك فالشلوك لو أهلك شافوك مش بتزاك لو درجاتك حتى الدرجات اللي انت بتامتحانها طلعت مش كفاية ليك ومش مكفياك وانت شاب بتنقص في حاجات كتير لو نفسك نفسي آه نفسك وقفت ضدك وقالت لك انت هو مش عارف تحل انت هو مش عارف في المادة اللي فرنية واقع منك انت هو انت هو انت هو لو شطانك جاء وقت المذاكرة ونفسه يقسرك ونفسه يزلك ونفسه يخسرك ونفسه يقعك لو نفسك واشتارك وأهلك وصحابك والمجتمع والناس لو مدرسينك نفسهم رجعوك لوراه وقالوا انت فياش ولانت مش تنجح خلي عندك يقين واحد بس اللي هو لأ انا هوصل ربنا معي خلي عندك كلمة دائما بتردد في ذهنك كلا ان معي يا رب سهدين اوعى تستسلم بالله عليك اوعى تستسلم بالله عليك اوعى تستسلمين اوعى تستسلموا بعد ما قطعت كل الشدة اوعى تستسلموا بعد ما عد عليكم كل الوقت ده اوعى تستسلموا حتى لو كنت أسرت زمان اوعى تستسلموا انت في نص السنة خلاص اوعى تستسلموا والله وحليف في فيديوهات تانية كتير وهحلف تاني ان اللي جاي تقدر تغير فيه اوعى تستسلموا دلوقتي واحنا خلاص قربنا من النهاية اوعى تستسلموا دلوقتي وان انت عندك فرصة بجد إنك تلم الدنيا في المراجعات وده يحصل معي ومع غير من المدرسين في المواد التانية اوعى تستسلم بعد كل التعب ده يا حتى لو ما كوش بتذاكر يا أخي في الفترة اللي فاته كنت وقعت كتير وكنت بتراكم وكنت بتنام كتير اوعى تستسلم وقوم وكمل مهو ما فيش حد الدنيا ماشى معاه من أول السنة مظبوطة حتى نزولك لدروس تعب حتى أن انت تشوفني دلوقتي إرهاق وشغل واكتهاد حتى أن انت تباشايل الهم وتعبال نفسي برضو ده اجتهاد بعد كل ده ما تجيش في الآخر تستسلم اوعى تستسلم وخلي دايما في ذهنك كلا إنما يا رب سهدين اوعى تستسلم دلوقتي لأن انت لو استسلمت دلوقتي هتضيع فرصة كبيرة أنك تتزبط الدنيا وتلم الدنيا لآخر السنة لو استسلمت دلوقتي هتندم بعدين عارف على إيه؟ مش على مجموعك لقدر لا ربنا فرحكم كلكم على أنك استسلمت أكتر من مجموعك أنت هتندم أكتر أن ما تخدش بالأسباب وأنك ما عفرتش لآخر لحظة وأنك أنت ما توكلتش بيقين على مسب الأسباب اوعى تستسلم وخد بالأسباب اوعى تستسلم وخلي عندك يا كفر ربنا سبحانه وتعالى اوعى تستسلم وعمل اللي جاي عليك وعلى فكرة فيما كلها بتقول خيل السباق ركز في الجملة دي خيل السباق الخيل بتاعت السباق الخيل العربة الأصيلة خيل السباق إذا اقتربت من النهاية أتت بأفضل ما عندها خيل السباق بتبقى بتجري 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 وتعبانة ومرهقة طول السباق لكن لما تقرب من النهاية بتجيب أفضل ما عندها بتجيب كل طاقتها بتجيب كل اللي عندها أقسم بربنا ببساعات مش قادر أتكلم أصلا وأول ما قف قدام الكاميرا أقول بحماس واتنطط واشرح ولخص وعمل مش عارف إيه وبعد اللي ما خلص ببا مش قادر أخذ نفسي خالص بس أنا ادقيت نفسي بس أنا في حاجة كبيرة لازم أعملها فطلع طاب أحسن حاجة وأفضل حاجة خيل السباق كلما اقتربت من النهاية أتت بأفضل ما عندها اوعى تنسوا للمرة العشرين في الفيديو ده اوعى تستسلم اوعى تستسلم اوعى تستسلمي رضي دايما في ذهنك كلا إن معي رب ساهدين ما تخليش نفسك ولا أستانك ولا أصحابك ولا الدنيا ولا المجتمع والناس ولا أي حال خالص يحبطوك ما تحكمش من دلوقت أنها بتحلها ولا مش عارف تحل المراجعات جاية هتعرف تحل خلي دايما أي حاجة بعيدة عليك وأي حاجة تتمنىها مش عارف تعملها خليها على ربك مسبب الأسباب والله يعملها لك وما تحسبهاش وما تفكرش خد بالأسباب واسبها لمسبب الأسباب مش بتحتك بتحته هو الكريم يا جماعة الرحيم يا جماعة القادر يا جماعة حص ظنكم في ربكم يا حبيبي ينجيكم يا حبيبي ربنا نصر أمركم وسعد لقوكم حق أحلامكم فرجمونكم أوعي تنصر آخر لحظة عافر حلمك يستاهل بحبكم كلكم أشوفكم على خير مع السلام